السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويا رب تكونوا بخير ونفضل دايما على طول مع بعض اه انا طبعا يعني ما كنتش هعمل فيديو خالص دلوقتي انا انتوا عارفين طبعا ان مباراة النهاردة الكاميرون هتلعب الساعة ستة وتونس الساعة تسعة انتظرونا ان شاء الله بازن الله هنحل المباراة الكاميرون بازن الله وهنحل المباراة تونس ان شاء الله طبعا الكاميرون انا اتمنى ان الكاميرون تخرج اه لحاجة اسباب كتيرة سوق التنظيم والمساوئ اللي بنشوفها في البطولة سببها طبعا البلد المنظمة الكاميرون فانا احب ان الكاميرون تطلع بقى مبسوط جدا يعني اه الفيديو دوات مش هياخد مننا دقتين لكن اه كلمة حق لازم اقولها وكان لازم اعمل الفيديو اه السوشيال ميديا والتسريبات والفيديوهات المصربة مثلا انت ممكن تكون بتكلم مجموعة في واحد التاني يكون بيسجلك او بيصور فيديو في نفس الوقت وبعد كده تتصرب وتنزل على السوشيال ميديا اه ده مش عيب السوشيال ميديا او عيب التسريبات وكده لما انت بتغلط بلسانك في محادسة او في مكالمة وتتسجل عليك دي مش عيب السوشيال ميديا ده عيب سلوكك عيب تربيتك عيب اصلك للأسف الشديد فمدربين منتخب مصر شفت تسريب امبارح لضياء السيد مدرب عام منتخب مصر تعارفين مدرب عام منتخب مصر دي يعني ايه انا لما انا مدير فني على الفكرة لما يريد تعالى مدرب عام منتخب مصر انا ادفع فلوس ماخدش فلوس ادفع فلوس لاني ده شرف وبعدين لما هسافر بلد زي كاميرون في بطولها بانا سافير لبلدي لان انا مش رايح باسمي انا لأ انا رايح باسم ان انا مدرب منتخب مصر دي يا السيد كان في المؤتمر الصحفي ما يعرفش ان الناس طلعين لايف ما يعرفش فبيكلم بيقول له يا عمر اكيد عمر السلية ما فيش في منتخب مصر في البعثة كلها وحد اسمه عمر اللي عمر السلية فيقول له يا عمر دول عمل لنا 500 دولار مكافأة 500 دولار دول بيستهبله ده انا كلمت رئيس بقى شوف بيقول بقى ما بينه وما بين عمر عمر ده لاعب مفروض عيب ان انا اكلمه في الحاجات دي بيقول له ايه انا كلمت رئيس البعثة وقلت له انت عبيت ما عمر اصل رئيس البعثة ده كان صاحبي في الاهلي قلت له انت عبيت ايه خمس عيب عيب لما اكسب مبرار منتخب مصر وكون انا المدرب العام وانزل وكلم لاعب وقل له 500 دولار دي واتريق على الفلوس المكافأة اللي هتطلع لي مكافأة ايه اللي انت بتدور عليها وفلوس ايه فلوس ايه ده الواحد لما يبقى ربنا يجعله سبب انه يسعد ملايين الناس في مصر ويباتوا فرحانين هي دي القيمة حتى لو اخي الخمسمائة دولار مش عاجبينك اولا انت مش شحات يعني منتناد الاهلي وبتاخد عيب يعني مال مين اللي يتكلم عليه وتكلم لاعب وبعدين مفيش لاعب في منتخب مصر اللي عقده في السنة خمسة وستة مليون وانت راجل مدير فني واشتغلت في اندية كتيرة بتتكلم على خمسمائة دولار وتعلى خمسمائة تاني ولا الف دي بتدل على السلوكيات البني ادم فيه بقى فيديو تاني النهاردة شفته للأسف للمدرب المساعد يعني شوف ده المدرب العام اللي هو مفروض يبقى سفيل المصر اللي بيمس المصر هو رقم واحد في البعث لان المدير الفني راجل اجنبي كروش مش محسوب عليه حاجة انما المدرب العام ده ضياء السيد لما اتكلم معاه والتاني محمد شوقي المدرب المساعد على فكرة قال ما بتكلمش على حد انا ربنا يعلم الفيديو ده عامله علشان الاجيال تتعلم الاجيال تتعلم وهقول الجملة الاخيرة ولكن محمد شوقي بقى المدرب المساعد شفت له فيديو من شوية تقريبا نزلين من الفندق نزلين من الباص وطالعين للفندق فبيقول اللعيبة قدامه لعيبة بس في واحد كان بيسجل الموبايل من وراه ومشو اخد باله فبيقول اللعيبة ايه يلا بقى احنا عايزين نخش بقى على الفندق ابن رحشات من الفندق شتيمة قذرة قدامي للعيبة بتاعتك لعيبة الكورة والمدرب اصلا شغلت مدير فني اللاعب ده بياخدك انت مثل بياخدك انت رمز اللعيبة المنتخب الصورة بينة على فكرة الفيديو في صورة بينة اللعيبة قدامه كده فبيقول له ايه يا واقل كل واحد يخليه في حاله يا واقل بيكلم مين واقل جمعة واقل جمعة مدير المنتخب وبيكلم واقل جمعة قدام اللعيبة بيقول له ايه يا واقل ده محمد شوقي المدرب بتاع المنتخب مدرب منتخب مصر بيقول له ايه يا واقل خليك في حكومة بقى بينزلوا الشنط من الباص عشان يروحوا على الفندق تعرفش بقى بعد المباراة وهما نقلوا عشان يروحوا فندق التاني وبتاع فبيقولوا ايه لا الفندق ابن المن ورح شاتم شتيمة قذرة ابن اللي هي بيقول ابن ام اللي هي اللفظ القذر يعني طيب هل من الرقي البني ادم لما يكون لاعب كورة بعد كده يقدم دراسات ويبقى مدرب والناس بتشاور عليه ومشهوره بتاعه ويبقى مدرب هل من الرقي قدام اللعيبة بتاعتك تقول لفظ قذر زي كده هل من الرقي ده انا فاكر وقعة سريعة كده اقول هلكو لما رجعت من هولندا انا كنت عايش في هولندا اكتر يعني حوالي 6 سنين وكنت لاعب دولي في مصر وخلاص بطلت كورة وانا في هولندا راجع كان سني 33 يعني خلاص هدخل بقى في مجال التدريب فكان فيه لاعب زميل لي كان مؤدب جدا وبرضه دخل في مجال التدريب وبقى مدير فني نادي في مصر فهروح ازوره اتصلت ازاكا كابتل مصطفى تعالى حبيبي الزيارة فروحت له النادي فتعارفين في كل نادي فيه غرفة ومدير فني بيبقى فيه غرفة فهو مدير فني ومعه مدرب مساعد ومعه مدربه فانا دخلت الغرفة بسلم عليهم ازاكا دار شو وحشني وبقعدت لقيت المدير الفني حديثه مع المدربين اللي معاه يا راجل روح ده انت ابن مت ابن مت مت ويشتم والمدرب هو ده اسلوبهم اسلوبهم المدرب يضحك يا راجل يجري ده انت ويشتم والتاني يقوله يا بطلالة يا ابن المت ايه ده ده الرقي هو ده ابن ادم كل ما يكبر في السن لازم يرتقي المراهقة شيء ولما تكبر شيء طيب لما كمان تاخد مكانة كويسة تبقى قائد فريق كمدير فني او بتمثل بلدك زي ضياء السيد ومحمش انا ضياء السيد محمش او بحب بهم جدا بس الاصل في الفيديو ده ان البني ادم كل ما يكبر كل ما يرتقي في ناس للأسف خارج الكورة وجوه الكورة وفي كل المجالات فاكر نفسه لما يبقى رئيس او يبقى مدير فاااا لما يقول اه بقى الفاظ ببقه ويشخر ويقول الفاظ قذرة يعني ده الرقي بقى يعني انا بقيت معلم بقى يعني قشن بقى لا بالحكس انت كل ما تكبر في مستواك كل ما الرقي بتاعك يبقى اعلى لان انت مترائب من الناس الناس بتشوفك والناس بتبعاك اللعيبة بتاعتك واخدينك مثل اعلى وانت في المكانة دي مدرب منتخب مصر انت سفير لمصر بتمثل مصر انا يعني انا مثلا كابتن الجهري كابتن الجهري اعدت معه كتير اعدت معه كابتن الجهري كتير ما يقول يا درش زيك حبيب يا درش وانت كلب عمره ما طلع منه لفظ قذر قذر حتى كابتن محمد ابو العز كان مدير فني منتخب الشباب ومثل اعلى ليا عدنا سنتين في معسكرات على طول يا درش تعالى قعد جام كان حبيني جدا كنت انا هدافل منتخب بتاعه عمري ما طلع منه لفظ لان المشكلة في الاول هو مش رقي ولا سموه ولا لا هو اصل تربية تربية فانا بقول المسئولين لما تيجي تختار حد يمثل البلد او حد يبقى قائد على لعيبة لازم تختار حد جدير بالمسئولية والنجوم واللعيبة كل ما اسمك يعلى كل ما ترتقي الواحد لما بيشوف محمد ابو تريكا في الستوديو حبيبي محمد وتقابلنا كتير في ماتشاط وكده لما بيسمع كلامه كده الهادي المؤدب بيتشرف ان ده بيمثل مصر في القناة دي اللي متشافة في العالم العربي هو بيمثل مصر مش بيمثل محمد ابو تريكا بس اللي بيبست كده يا سلام على اخلاق المصريين فانا اعذروني ان انا عملت الفيديو ده ولكن علوك في المقام هو علو السلوك وعلو الالفاظ هو عتفتكر ان انت بقيت مثلا مدير في حتة ولا بقيت في مكانة عالية فتشخر وتشتم هي دي الاسلوب يعني هو ده الدليل ان انت راجل عالي يعني في المستوى لا ده ده الدليل على دناء التربيتك وعلى سوء التربية سوء التربية والسلوك هو سلوك بني ادم لما مدرب عام مصري في البطولة بعد مباراة العالم العربي كله فرح لها بيكلم لعيب عندي بقوله هناخد خمسمة دولار مكافأة والحمد لله شوف النية القناة كانت فتحة لايف فجابته ومدرب التاني المساعد بتاعه محمد شوقي انا بحب محمد شوقي والله بس فجئت وهو قدام اللعبة بنزله بالبصه لعيبة المنتخب لعيبة المنتخب النجوم المنتخب ويقول له ايه ايه الفندق اللي هنقعد فيه بن المتاة ايه شاتم شاتم ده كلام يا راجل هل انت علشان يا راجل ده فيه غيرك يتمنى انا كفكر وتدريب اعلى منهم كلهم اعلى من ضيق السيد واعلى من محمد شاوي لكن هم فيه اللي بيسندهم ويشغلهم في المنتخب وانا ماليش لكن انا لما يحد يقول لي هتيجي تدرب منتخب اصلا اقول لهم انا ادفع فلوس مش بيتكلم على خمسمة دولار ولا الف دولار انا ادفع فلوس ومرة للمنتخب لدي ده شرف لي لنمس البلدي شكرا